الأردن من جهته أكد أنه لا يعترف بسلطة قضاء الاحتلال الإسرائيلي على القدس المحتلة محذرا من مغبة هذه الإجراءات ضد المسجد الأقصى المبارك الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المختربين السفير هيثم أبو الفول قال أن هذا القرار يعد خرقا فاضحا لقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقدس وانتهاكا خطيرا للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك وقرارات اليونيسكو وشدد على أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحسري بإدارة كافة شؤون الحرم وتنظيم الدخول والخروج منه